في شرق أوسط تمزق التجاذبات الإقليمية والسياسية والمذهبية الكبرى تجد الأطراف الصغيرة نفسها فريسة لهذه التناحرات مضطرة للتكيف معها قدر الإمكان كحركة حماس أثارت الحركة الرأي العام الإقليمي في الأيام الأخيرة عقب زيارة وفدها لطهران ولقائها مع المرشد الأعلى خميني تبادل الطرافين المديحة والتأكيد على وقوفهما جنبا إلى جنب لكن من يتمحص العلاقة التي تبدو مثالية من السطح يكتشف في داخلها شوائب وتفاصيل أكثر تعقيدا تنمو بالمحصلة عن المعضلة التي تعيشها حماس والاختلافات في صفوفها بالأخص في السنوات العشر الأخيرة منذ انطلاق شرارة الأحداث السورية في العام 2011 تغيرت علاقة حماس بالحكومة السورية التي كانت قد فتحت لها أبوابها لتغادر أراضيها وتنقطع العلاقة بين الجانبين ومنذ الحملة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاجتثاث الإخوان المسلمين عام 2013 تبعها ملاحقة المحسوبين على الجماعة في العالم العربي نأت حماس بنفسها عن الإخوان مؤكدة أن ارتباطها بالجماعة فكري وديني فقط ولم تأتي على ذكرهم في ميثاقها الجديد بمعنى آخر تغير حماس من مصارها بما تفرض عليها الأوضاع المحيطة مع ذلك يسود اعتقاد أن هناك تباينا في صفوف قيادتها حول المصاري الذي يجب اتخاذه فهناك الطيار الذي يتقبل فكرة وجود إسرائيل كما جاء بشكل ضمني في الوثيقة الجديدة لحماس ويؤمن بضرورة إيجاد تسوية سياسية ما ويعول على التقارب مع محور قطر تركيا من أقطاب هذا الطيار رئيس المكتب السياسي السابق خالد مشعل وهناك طيار آخر متمسك بالنهج القديم لحماس ورفض أي فكرة وجودية لإسرائيل هذا الطيار توصل إلى نتيجة تتمثل في تغيير التكتيك مرة أخرى إثر التطورات الأخيرة من بينها ما يراه البعض إدارة العالم السني ظهره لقطاع غزة وحماس فمن ناحية يعتبر دعم قطر وتركيا للحركة محدودا ومنوطا بالموافقة الإسرائيلية ومن ناحية ثانية تتقرب دول عربية وإسلامية بالأخص خليجية منها من إسرائيل وتعتزم التحالف معها فيما بات يعرف بالناتو العربي هذا الناتو يرى في إيران والإسلام السياسي العدو الأول وبناء على ما سبق دعا الطيار الثاني ومن أنصاره القيادة محمود الزهار إلى عودة العلاقات مع إيران وسوريا من باب ما سموه تصويب البوصلة والوقوفة مع كل الجهات التي تعادي إسرائيل وصولا إلى تشكيل ما عرف بتحالف مقاومة يواجه التحالف العربي الإسرائيلي اشتركوا في القناة